في مكتب السيد وزير الرياضة الأستاذ كامل أبو علي هيكون هناك أتمنى من السيد وزير الرياضة أيضا دعوة المهندس الحج حسين عامر حج حسين عامر الصديق العزيز عامر حسين الأسف حج عامر حسين اللي هو قائم دولتي بالأعمال اللي كان قائم بيها الكابتن أنور صالح بالمناسبة مباعته النهاردة خلاص سيفي بتاعت حج عامر بعتول الاتحاد الدولي إنه هو كان عضو في منطقة القاهرة وكان كذا وكان عضو في كذا وكان رئيس لاجد المثابات عنده سيفي محترم جدا 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 وكان رئيس منطقة اسكندرية يعني عنده سيفي في منتهى الاحترام يؤهله اللي هو يدير العملية الكروية حتى بإذن الله موعد الانتخابات اللي هتبقى بإذن الله في تلاتين تسعة إن شاء الله طيب أنا بأطالب بكرة إن شاء الله بأطالب بكرة بإذن الله وزير الساد وزير الرياضة يدعو يدعو الحج عامر حسين يحضر دي الجلسة هكمل كلامي بس تدخله معي على الهوى من عمان كابتن ديار الساد كابتن ديار مساء الأنوار للقاء الغد اللي هو السيد العامري فاروق وزير الرياضة مع كامل بابو علي برجو يا عامري بيه تبعت تستدعي المهندس عامر حسين عشان أي اتفاق يفعل هيتم الاتفاق زي ما نقولت مبارح على إنه المصر مايلعبش الموسم ده على إنه هو يلعب الموسم اللي بعده بدون جمهور في الدولة الممتازة وفقاً لقرارة المحكمة الرياضية حكاية بدون جمهورية ويتم الملاقشة في هذا الأمر كويس كده؟ كويس كده طيب عشان ده يبقى قرار مفعل ولائحي ولائحي ليه؟ لأن اللائحة بتقول إيه؟ بتقول إذا نادي قدم اعتذار قبل قبل الموسم قبل إعلان جدول الدوري بينزل القسم الثاني وإذا قدم اعتذار بعد إعلان جدول الدوري بينزل القسم الرابع مش معقول يعني مش معقول وزي ما أنا قلت كررت مبارح أو مبارح إذا أمرت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع الفاعلين أو المتهمين بيحكموا في محكمة الجنات ما ناشدعوا بيهم ياخدوا جزاءهم كامل خلاص دي سكة دي سكة لكن السكة التالية بنتكلم على فريق الكرة والنادي المصري بدون الرعاع بدون الرعاع بكررها مرة تانية أو تالتة وربعة من الجماهير المنفلتة ومش هو الأسماء روابط في مصر بعد كده على الإطلاق هيظل هو النادي المصري ولكن طبعا بهؤلاء الرعاع اللي بيقللوا من شانه دي سا واحد امبارح بيقولي أو أول امبارح بيقولي عاديم بنتكلم بيقول الناس الرعاع المتخلفين اللي عملوا ده ده هم خلصوا عن نادي المصري هو إمتى النادي المصري بيكسب الأهل تلاتة تلاتة واحد ده بدل ما يبقى يوم فرح في بورس عيد وتقام فيه الزينات وتخرج الأبواق والراقصين وضارب الدفوف في الشوارع ويعيشوا ليلة من أجمل الليالي هؤلاء الرعاع الأغبياء حولوها إلى جنازة وميتم فيه فيه أكثر يعني فيه حد أنا مش عارف في رعاعي بقى رعا ولا إيه مش عارف يعني من كده شيء غير مقبول على الإطلاق يعني دايماً بيدخلوا التليفونات وأنا باتكلم في موضوع مهم هرجع لكم تاني في هذا الموضوع لكن بنتكلم على مباراة النادي الأهلي النادي الأهلي مسافر بمشيئة الرحمن يوم الخميس اللي جاي هل الماتش هيتلعب في أكرة ولا في كماسي كلام في أكرة كلام تاني في كماسي الله أعلم نمسي على صديقنا العزيز الكابتن السيد عبد حفيز مساء وراء كابتن